فبالتالي مش من أنصاف الفرص من أتمان الفرص يعني من تمن فرصة مطلوب منك أنك أنت تخلص لو حصل وقدرت توصل إيه النصاح لتقولها لطاهر وشريف وبواليا وكهربا يعني اللي عندهم فرص للمشاركة بوكرافية المباراة هو طبعاً رتم اللعب بتاع باير مينيخ مختلف خالص عن أي رتم ممكن تشوفه يعني رتم اللعبهم سريع جداً لازم أكون واقف على رجلي بدنياً كويس جداً عشان قدر أجاري الفرقة دي تخليل تسعين ديئة أكيد ما فيش شك أن هلعب على كونتر أتاك وهقف الخطوطي وهلعب زون ديفينس فرقة زي باير مينيخ ما ينفعها شلعب معها جيم مفتوح لازم أقف الخطوطي كويس جداً خاصة النص الملعب لازم أقرب المساحات من بعض بالنسبة لأليو ديانجي إن هو يكون مثلاً ناحية محمد هاني أو سواء حمد فتحي أو السلية ناحية علي معلول لازم فيه ضغط وبرس بشكل كبير جداً باير مينيخ من الفرق اللي ممكن تديك مساحة أنك تلعب بس في جزء معين من الملعب لكن هو بيعمل ضغط رهيب جداً وبيعرف فيه يستخلص الكرة بشكل بسرعة فلازم ألعب على الهجمة المرتدة أفشة من اللعيبة اللي إحنا محتاجينها توقف على الكرة ولازم يشغل محمد شريف ويعتمد على سرعات محمد شريف وطاهر محمد طاهر عشان كده أنا اخترت الاتنين دول طاهر عنده سرعات كويسة جداً وقوي جثمانياً محمد شريف من اللعيبة اللي بتعرف تستفاد وتستغل أنصاف الفرص زي ما حرج بتقول فأفشة من الناس اللي هي ممكن توقف على الكرة وتقدر تلعب بالفرقة كرة أنت قلت لي أنه المطش ده لي سيناريوهات كتير جداً أكيد أنا أتفأت يعني اتفأنا مع بعض أو أنت قلت أول ربع ساعة مهمة جداً وأقولت لك كمان يمكن تكون أول خمس دقائق في المباراة مؤثرة جداً تبتديها إزاي؟ يعني والسيناريوهات المتوقعة وإحنا الكلام لما جابنا حتى وجبنا سينة مطش مصر ببرازيل وقلت لما البرازيل سجلت الأول أغلب الناس قالت خلاص يعني الجيم خلص وصعب أنك أنت تبقى البرازيل كذبانة وأنك أنت ترجع وتكسب بتبقى داون قوي لكن رغم كده عملنا شوت من أجمل أشوار ولي منتدى مع عمين مع بطل العالم طبعاً فبالتالي إيه سيناريوهات وتتعامل معها إزاي من وجهة نظرك؟ تبتدي المطش الأول أنت اتفقت معي على ربع ساعة أول ربع ساعة إزاي؟ زي ما قلت حركة هيبقى طبعاً زود ديفنسو وبالعب على الكونتر أتاك لا قدر الله بيرمونيخ أحرز هدف في بداية المباراة لازم ما ينفعش برضو أن أنا أفتح خطوتي لازم أفضل متماسك زي ما أنا لأن فرقة كبيرة زي دي لو فتحت خطوتيك معها الموضوع ممكن يهرب منك وزي ما شفنا في برات برشلونة كانت النتيجة طبعاً حاجة خيالية وتشلسي وتشلسي كسبوه مراحة جاي لسابعة برضو وبيرمونيخ من الفرق اللي ما بتزهقش يعني برشلونة ريال مدريد ممكن يكسب تلاتة أو أربعة وخلاص طب ويستحوز ويدور كرة لكن بيرمونيخ في مباراة برشلونة كسبان سابعة وبيجيبوا كرة من الشبكة وبيكمل فهو ما بيزهقش من الأهداف وبيعمل ضغط غير عادي فأنا بتمنى أن أول ربع ساعة أو عشر داية الأولانيين اللي هيبقى تكون وقفة على رجليها لأن دول اللي هيضيعوا الرهبة خاصة لو ما دخلش فيك هدف بدري الرهبة هتروح واللعبة هتحس نفسها لا أنا بلاقي برمونيخ وأنا ندي لي وشوف العمل اللي بدري مهم جداً بكرة خاصة اللي عب نص الملعب عشان هيبقى فيه جاري كتير جداً